هذا وراء مراقبون وجود سببين وراء قرار مقتدى الصدر بتجميد التيار الصدري لمدة عامة على خلفية حراك أصحاب القضية بالكوفة وأوضح المراقبون أن السبب الأول هو محاولة إعادة الهيكلة الداخلية للتيار والعمل على إصلاح مؤسسات التيار ولسيما السياسة إما الثاني فهو محاولة التبرء وتخلي عن كل من يحاول زج التيار الصدري في الواجهة ومستغلا قضية الاحتزال على أنها احتزال وقتي ولسيما أن التجميد كان لمدة سنة واحدة وأضافوا أن قرار الصدر هذه المرة يختلف عن القرارات السابقة كونه جاء والصدر في مرحلة الاحتزال السياسي والاعتكاف الديني وأن التيار شهد العديد من الأزمات على المستويين الداخلي والخارجي مع القوى الإطارية وغيرها